اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديد برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية قد بدأنا الحديث عن حادثين مثل ما قلنا حصلت في الأسبوع الماضي حادثة الأولى التي كانت هي تظاهرات التي حصلت في الناصرية وتحدثنا عن جزء من عدها جزء كبير من عدها والحادثة الثانية كانت ما حصل لقناة تلفزيونية أو لمقر قناة تلفزيونية في بغداد اسم الان بي سي واليوم نكمل الحديث الحقيقة عن هذا الموضوع وقلنا أن الحادثين التعامل معهم مع كل حادثة تعامل الحكومة وتعامل السلطة وتعامل القوى العملية السياسية يأكد أن التعامل انتقائي والتعامل مصلحي والتعامل يعني مباشرة ضد الشعب بغض النظر هم قالوا الحادثين الشعب قام بها ونحن نعرف وقلناها في الحلقة الماضية نحن نعرف من قام بالحادثة الأولى هم الشعب العراقي الشعبنا وأهلنا بالناصرية وشبابنا ولدنا بالناصرية هذا واقع الحال وذولا كلهم شيعة يعني حتى لن نروح بعيد ولا حد يحكينا شاية غير شكل وتتهموهم ملد السفارات تتهموهم عملاء تتهموهم بندقية مؤجرة مثل ما قال عمار الحكيم ما أعرف منه هذا كل كذب هم ناس يعانون ويشوفون بلدهم في ظيم وخرجوا ضد الظيم وخرجوا في الذكرى الخامسة لثورة تشريد ويطالبون بدمج الشهداء ويطالبون بالحرية لوطنهم يطالبون بسقوط هذه الأحزاب التي أدت إلى خراب العراق ودمارها بعد 21 سنة هذا واقع الحال أما الحادثة الثانية واللي شهدناه الهجوم على مقر قناة MBC في بغداد اللي قالوا أنه الشعب قام بها أيضا الحكومة قالت والسلطة وأطراف العملية السياسية قالوا هو الشعب ونحن يعرف وهم يعرفون وكل الشعب يعرف أنهم ميليشيات ليس لهم علاقة بالشعب ما لهم علاقة هذه ليست خطوة شعبية وبغض النظر أقول بغض النظر عن قناعتنا MBC غير MBC بغض النظر عن هذا الاسم قناعتنا بسياسة هذه القناة بسياسة ما تضرحها بسياسة ما قالت صح خطأ ما لهم علاقة بقناة هم قالوا شيئا تعتقدون أنه خطأ وليس كذلك نعم أخرجوا تقرير هكذا قالوا في تبرير الذي حدث قالوا أنه ذاعت تقريرا هذه القناة وهي قناة تابعة لدولة عربية وقالوا أنه أخرجت تقريرا يسيء لرموزنا الوطنية وهي ليست رموز وطنية مع ذلك أنت قلتوا هكذا ماشي طيب أنتم دولة لو عصاوة دولة لو سلطة يعني كيف قلتوا يعني فوضى لو حقيقة عندما تكون دولة وتكون هذه المؤسسة موجودة على أرضكم فهي في حمايتكم فأنتم مطيها موافقات إذن هي موجودة بأوامر رسمية حكومية وشرعية في الوجود وجودها شرعي طيب ترتكب مخالفة استكبت مخالفة بإخراج التقرير وأنتوا ضده ومقبلت عنه هناك طرق عديدة للقصاص من هذا الموضوع أولا العقدة الذي وقعته معاهم أكيد أكيد أنا أفترضها كذا بواحد اثنين ثلاثة عشر أنه لسوا كذا كذا ما نقبل عليه هم اخترقوا أحد هذه مو مو هذا الحق طيب ما هي العقوبة افترض أنتم حضرين العقوبة من البداية ومحذريهم بها ترى إذا سويتوا هذا الموضوع ترى نعمل على كذا وأنا سأذهب إلى البعيد ما فعلوه يستحق أن يغلق المقر طيب وضرقوا تذهب قوة تذهب قوة من الإعلام من الجهة المسؤولة من الحكومة من الشرطة من أي ذلك وتغلق المكان وانتهى القضية وإذا عدتكم تصرف قانوني ضدهم عدتكم محاكم وتتقولون نحن دولة ديمقراطية ودورة نمشي بالقانون ونحن بالعديل وخلص إذن هذا المقر بحمايتكم حماية الشرطة وحماية الجيش وحماية الحكومة والسلطة وكل أحزار فعندما يخرجون ناس تقولون أنه تشعب وهم ميليشيات وتساهلون معهم ويدخلون يسرقون المكان ويحرقون المكان وأمام عيون الشرطة وأمام عيون القوات الحكومية هذه كارثة هنا التعامل المزدوج في الناصرية الناس عراقيين وأهلكم وشعب شعبكم خرج يطالب بحقه اتهمتوهم عملاء بندقية مؤجرة للخارج يريدون حق من دواعش للدولة كذابين أولاد السفراء السفارات عملاء لأمريكا عملاء لإسرائيل ها ها تكون بعثية معرف منه أولو ما يعني شوية تقولون دواعش هم أيضا ويمكن قلتو شمدرين طيب واجهتوهم بالرصاص والقنابل والدخان ودمرتوهم وترستو المدينة سيارات مسلحة وقوات قوات تعتقل وقوات ملثمة طيب ليش هنا سمحتولهم وكل الأفلام أيضا وقلناها في الحلقة الماضية ونقولها الآن كل الأفلام وكل الصور صارت وثائق وتنتقل بكبسة الزر بسيط وانتقلت هذه والناس شافت أنه هذه هذه الناس هذه الميليشيات كانت تتجاوز هذه القوات الأمنية بسهولة ولا أحد يوقفهم كذب كانت تمثيلية ويذهب ويصعد ويسعدوا لسطح الدائرة ويدخلوا بداخلها ويكسروا ويبوقوا ويسرقوا ويحرقوها لماذا هذا التعامل ويسعدكم قوانين ما تقولون قوانين طيب ليش ما تتخذ القوانين ليش ما منعتوهم مثل ما منعتو الشعب من الظاهر ما تقولون ذولك أساء ذولك ما أساء ذولك لاحقوا دائرة ولا تقربوا من دائرة ولا لهم شغلة والدوار دوائرهم ما لاتهم هم يعرفون وهم يعرفون هم ما أحرص الناس عليها سواء دوار بلديات سواء بنوك سواء كل شيء سواء شوارح هم لا أحرص الناس عليها أهل الناصرية لأن هم يعرفون هم أملاكهم مو أملاكهم هم مو من فلوس الدولة هم فلوسهم فلوس العراقيين فلوس أهل الناصرية وفلوس أهل بغداد وفلوس أهل السماو والبصرة والرمادي والموصل وديالة وكل المدب وكربلاء ونجف هم فلوس الناس فمو فلوسكم هاي اللي بنيتوا بيها فهم يدافعون عن فلوسهم عن ثروتهم فما يسيؤول بس دولة من دخل وساء وسرق وحطم وحرق وهدفون هتافات طائفية وتسيئل دولة وتسيئل علاقاتكم لم توقفون خلى أحد يبرر لنا شنو هذا التعامل المزدوج شنو هذا التعامل وشي يدل هذا التعامل المزدوج بين الشعب وما تسمونهم الشعب بس ليه الشعب ضربوهم بالقنابل والرصاص الحي بس للميليشياء التابعة لكم تسمحوا لهم يدخلون اعتقلتوا أحد من هدوهم؟ لماذا تعتقلون الشباب الناصرية وذبوهم بالسجون وطالبون الآن وماتهم وآباءهم وزوجاتهم واخوتهم وأبناءهم يبكون عليهم لماذا؟ وقلقين عليهم لأنه تمارسون عليهم كل أنواع التعذيب والقهر وجرحتوهم وقتلتوهم وضربتوهم بالرصاص الحي والقنابل لأنه يطالبون بالوطن لأنه ضدكم فأي واحد يقف ضدكم هي هذه المعادلة هو أجير هو صهيوني هو أمريكي هو عميل لكن أنتم معملاء اللي جابوكم الأمريكان وجابتكم إيران وجابتكم معرف منه وما زلتم تخدمون مشروعهم أنتم معملاء بس الشعب عميل وهذه أغرب حالة تحدث في بلد معين أن الشعب كل عميل والسلطة معميلة والسلطة التي جاء بها المحتل تدعي أنها وطنية ومعميلة وشريفة والشعب هذا المسكين الذي تحمل القهر والضيم طوال عشرات السنين هو العميل هو من أبناء السفارات وهذا كلام وهذا منطق وهو السؤال المهم هل هذه سلطة تستطيع أن تبني دولة هل هذه عملية سياسية تستطيع أن تبني دولة هل من حق العراقين أن يتظاهروا ضدها أم لا هل من حق العراقين أن يرموهم ويثوروا ضدهم ويسحقوهم أم لا هذا الحال بعد 21 سنة من الكوارث والأذى والسوء يكذبون على الناس ويتحمون الناس بهذه الطريقة ويطلع عمار الحكيم يقول ذلك بندقية مؤجرة للإيجار والابتزاز ويطلع مدير شرطة الناصرية يقول يريدون يحرقون الدوائر وفيها دوائر واللي حرق واللي باقي كل شي ما سويتوا له بس دولة اللي طلعوا يهدفون يهدفون بحيات الشعب العراقي يهدفون بحيات العراق اعتقلتوهم وضربتوهم بالرصاص والقنابل هذا واقع الحال فبالتالي هذا شكل السلطة كيف تستخدم الأرهاب وكيف ترى الأرهاب وكيف ترى التعامل مع الناس في حادثة واخرى وهذا الواقع اللي خل الناس لا تثق بهذه السلطات منذ عام 2003 لحد الآن ولن تثق بهم مهما فعلوا لن يحصلوا على ثقة الناس نعم يداهنونكم البعض يداهنكم لأنه رزق عليكم وظيفته ومعرف منه لكن في عندما يجد الجد سيقف ضدكم صدقوا أن كل هذا اللي تعتقدون أنه رأي عام بالموظفين ما عرف منه الذين يساندونكم ولتعتقدون أنه قودوهم طائفيا أو كذا هؤلاء ليسوا معكم وعندما يجد الجسد يجدونهم ضدكم لأنه لا أحد يريدكم ولا أحد يقبل بالظلم ولا أحد يقبل بالعذاب ولا أحد يقبل بالإهانة والاستهانة والذل والمهانة لا أحد يقبله والتسلط وجبون الإيراني وغير الإيراني يحكمهم على الأسف الشديد وقت هذه الحلقة عزيزي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة